يعني كما استمعنا إلى أن هناك ربما انعكاسات ليست بالبسيطة وليست بالهينة على هكذا خطوة وهكذا اتفاقيات تمت ما بين الصين وسوريا أي استحق الأمر بالفعل؟ هنا السؤال العقوبات أنه معظم الدول تعارض العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة سوريا دولة ذات السيادة وهذه العقوبات أثرت على الشعب بشكل كبير والولايات المتحدة تعرف الكثير عن سوريا أكثر من السوريين أنفسهم وهي تعرف الحالة التي عليها السورية الآن انظر ماذا حدث في ليبيا لقد قتلوا القذافي والآن انظر إلى الوضع في ليبيا الوضع في ليبيا للأسف الشديد في أسوأ الأوضاع هناك غياب كامل للقانون لذلك فإن دولة سوريا كما شاهدنا جميعا بسبب العقوبات الأمريكية تدهورت السياسات وتدهورت البنية التحتية بشكل كبير ولذلك سوريا الآن في وضع لا يسمح لها بالتطور والتنمية بشكل سريع وهناك طريق طويل أمامها من أجل إعادة الإعمار مرة أخرى ويجب أن نعمل عن كثب مع كل الشركاء من أجل إعادة إعمار سوريا وإعادة والاستثمار وكذب الاستثمارات إليها لذلك فإنه بالغير المقبول أن نفرض العقوبات على دولة ذات السياسة ذات السيادة وهذه أقوى حتى من شن حربنا على دولة وهذا أمر غير مشروع لأن هذه العقوبات اتخذتها الولايات المتحدة بشكل أوحادي ولم يتفق عليها المجتمع الدولي ولم يتتفق عليها الأمم المتحدة ولا يجب أن تكون موجودة ترجمة نانسي قنقر